الحقيقة أجمل ما في يعني موسم رمضان السنة دي إحنا كمشاهدين شفنا مجموعة من الطاقات الشبابية والوجوه الحلوة والمواهب اللي بتقدر تبدأ خطواتها الحقيقة في التمثيل وأمتعونها وكمان بتخلي الدراما وقعية أكتر يعني الدراما عادة بتتقدم لكل أفراد الأسرة فبالتالي لما بتشوف أنت كل فئات الأسرة موجودة بقى في الدراما بالذات الشباب والأطفال موجودين والحقيقة كلهم موهبة ولطف وعمل وأجواء لطيفة خلوا رمضان كده اللي هو رمضان الحلو العيلة اللي بتبقى موجودة في البيت بقت موجودة على الشاشة معايف تساعد الوتي بطلة موهوبة وقدرت الحقيقة في مسلسل كامل العدد أن هي تقدم شخصية البنت بقى اللذيذة اللي هي أنا عايزة عايزة يبقى عندي عربية أنا عايزة سوق أنا عايزة أعمل وتسأل باباها 600 ألف سؤال وهو يتنرفز عليها أنا عايزة كلبة أنا عايزة كذا وده بيحصل في كل البيوت أنا عندي بنت وده بيحصل في كل البيوت الفنانة لينا صوفيا لينا أساسا يعني أنا هتعرف عليها وهي تقول على طول هتعمل إيه خصوصا كمان حتى قصة الحب عشيتها في المسلسل وهي فريدة في كامل العدد مساء الخير يا فريدة أعزوني الناس هتقولك فريدة أكتر مش كل الناس تعرف اسمك الحقيقة صح؟ فأنت حبة دلوقتي الناس بتقولك يا فريدة أكتر في المدرسة الناس بتقول يا فريدة وفي جزء ثالث كده أيها وفي جزء ثالث يا فريدة بجد معرفش تتمنى يكون في جزء ثالث؟ أكيد آه بس حسن كلنا كممثلين بذات إحنا كالجيل الجديد ده لازم الناس تشوفنا بحاجات مختلفة طبعا بس لو في جزء ثالث أنا أول واحدة هكون موجودة طبعا بس فريدة أنت عملت حاجات كتير غير كامل العدد يعني بس يمكن كنت أصغر يعني عملت أفلام وعملت مسلسلات كلميني كده إمتى بدأت تمثلي؟ أنا بدأت أمثل من 11 سنة بالزبط كان عندي 4 سنين فأنا مش فاكرة أصلا وقت ما كنتش بمثل فيه حاجات يعني المشهورة اللي أنا عملتها أنت دلوقتي إيه 16 سنة؟ أه أه هتمي 16 إن شاء الله هتمي 16 بعد بكرة بعد بكرة؟ أه 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 أدعيت ميلادك يعني مع نجاح المسلسل يعني بس فأنا عملت هبتا كنت أعمل دور مروه في هبتا على الأفيش أول حكاية حب وعملت هذا المساء وعملت مسلسل هذا المساء ومسلسل بالحجم العائلي وعملت مسرحيات شريهان هذا المساء كنت بنت أروى جودة أه بالزبط وعملت مسرحيات شريهان وعملت حاجة يعني برا فيلم فرنسوي مغربي اسمه ستوري وأه أنت جزورك مصرية ولا ماما هي المغربية فرنسية لا أنا مامتي مصرية من اسكندرية وبابايا مغربي لا سوري فرنسوي أصلا مغربي آه بابا هو الفرنسوي أصلا مغربي آه بالزبط طيب الخلطة دي ساعدتك في حاجات كتير آه أكيد طبعا ساعدتني يعني أنا من ثلاث بلاد فيهم فن كبير قوي فأنا شايف أن ده يعني ده سبب لأنا بحب الفن يعني فيش حد فعالتي بحب الفن عيون فأنا شايف أن هما ثلاث بلاد دول يعني من أجمل بلاد في العالم وهما من غيرهم ما كنتش هكون أنا لينا بتحب تمثيل أنا عايزة نشوف حاجة ليكي أكيد هما يحضروا لنا نشوف حاجة ليكي هنشوف حاجة للينا ولحد ما يحضروها نرجع نتكلم لكن عايزة أسألك بقى كامل العدد يعني شخصية فريدة أنت كنت شايفها إزاي إيه اللي عجب الناس في فريدة أملك إيه إيه التعليقات أنا أنا كل الأدوار اللي عملتها بريكا كانت البنت اللي قللت الأدب مع معميتها المراهقة بس كامل العدد كان دور مختلف خالص على أنا عملتهم كنت خايفة جدا نعمله عشان هو هي فريدة دي مختلفة خالص عن شخصيتها بنت خجولة وبتخافة على أخوتها قوي وماميتها يعني متوفية فهي ملهاش غير أخوتها يعني ومعندهش تكاف نفسها قوي ما بتعبرش عن مشاعرها فتيكت حياة جديدة قوي بالنسبة لي بس كانت تحدي وده اللي أنا عجبني في الدور ده أنه من أكتر الأدوار القريبة من قلبي اللي أنا عملتها عشان طب حنشوف أكتر الأدوار القريبة من قلبك ونرجع نكمل كلامنا معانا لينا من كامل العدد نشوف كده صغيرة ومش بحتاجة أقولك قبل ما أروح أي حتة أنا مش عارفة أوقفة اللي بيحصل دي مشاهد أنتو كنتو بتعملوا مشاهد جمعية كتيرة قوي صح? اه هنا انتي كنت بتتكلمي حد اللي هو الولد اللي هي كنت بتحبه في أمريكا ايو وكان ولد يعني مش كويس خلص ايو وهي كتت وحيدة كده كده كانت تحسن أن الأهلها مش مهتمين بيها وكده ايو بس هشكا هي في الجزء تني بقى فرفوشة بقى بتبتلو من باباها حاجات وكده فاندمجت كده خلص اندمجت كمان في الحياة المصرية اه بالزبط يعني هنا كمان بيباين أنه هي وبتحب ولد مصري العادات والتقاليد المصرية يعني طب كلميني على التعامل أنت يعني جوه البيت في أجيال قريبة من سنك وفيه طبعا فنانة ديني الشربيني والفنان طبعا شريف سلامة اللي هم بابا وماما الاجواء كانت عاملة ازاي بقى جوه البيت اللي كله هيسة ولطافة ده الاجواء كانت بالزبط زي ما انتم بتتفرجوا يعني بتتفرجوا يعني الاجواء كانت حلوة جدا كنا فعلا عيلة واستاذة ديني الشربيني واستاذ شريف سلامة من احسن واكتر المماثلين اللي انا تعلمت منهم وحبتهم في حياتي انا اصلا بحبهم من زمان ودينا يعني مثلت معاها في هبتا من ثمان سنين مثلا فانا يعني تعلمت منهم كتير يعني اذا كانت تعاملهم في اللوكيشن ازاي هما بيهزروا وبيخلوا كل الناس تحبهم الاجواء حقيقة تحلوة جدا على الشاشة بالزابط ومتودعين جدا جدا فانا يعني اتمنى ان اكون زيهم لما اكبر يعني طب كان معاكي امينة بقى اللي معاكي في القوضة وخصة امينة يعني ودي فكرة انه انتو اللي اتنين يعني انتو مش اخوات اصلا بس الحياة جمعيتكو يعني هنا انت بتحس ان ده ممكن يبقى واقع انه ممكن يعني ابو ام يجوزوا ده عنده ولد وده عنده او ده عنده بنت وده عنده بنت ويبقوا فعلا في البيت زي الاخوات اه طبعا مية في المية يعني هو حسن كامل عدد كان واقعي جدا يعني في البداية ما كانوش بيحبوا بقى ما كانوش فاهمين اللي جابنا مع بعض وحنا ما نعرفكوش وحنا زي عايشين معاكو بس في الاخر بقوا بيحبوا بعض عشان هما العائلتين عائلة كويسة ويعني كويسين عموما يعني فهما حبوا بعض اكيد وبقوا زي الاخوات يعني مين اكتر واحد كان شاقي في لوكيش؟ ويننا بقى شوية شوية كواليز اكيد اكيد التاو ام يونس ويوسف العاملين دور حسن وحسن عشقية جدا بس هما برضو بروفشنال يعني لما نتلو منهم ان هما يكونوا مركزين بيركزوا واداهم يعني وقع جدا وحلو قوي يعني اخوكي بقى اللي هو فريد يعني كنا محسن انتو اخوات بجد يعني كنت بتعودوا بقى تذكروا مع بعض تعملوا مشاهد مع بعض اه طبعا يعني انا ومالك يعني هو اول حد انا يعني بقيت صحبته يعني وهو يعني انا بحبه جدا وانحنا يعني شبه بعض قوي في تعاملنا معموما يعني المخرج بقى كان بيقولوكو ايه يعني انتو بالذات مجموعة الشباب والاطفال كان ايه دايما يعني ايه النصيحة اللي كان بيقولها لكم النصيحة مش حاسن هي كانت نصيحة قدما هو يعني انا شايفا ان برضو من دمن اسباب يعني نجاح المسلسل ان هو كان بياخد رأي كل الناس مش بياخد رأي بس اهم ومثل او كده هو دايما بياخد رأي كل الناس كان دايما بيجي يقول لنا هو ده الشباب بيقولها في سنوكو طب لو لا انغيرها وهو فعلا يعني كان عايز الموضوع يبقى اكتر حاجة وكاية في الدنيا وهو بياخد رأينا كلنا فكنا حاسن ان احنا برضو مشاركين في الموضوع فده كان اكتر حاجة موضوع تلع يعني طبيعي طب بقولك ايه احنا وفروض نطلع بريك ايه رأيك بطريقة فريدة كده تقولي كده للكاميرا احنا فاصل وحنكمل كلامنا من كامل العادل اوكي يلا ابوس على كاميرا اه على الكاميرا يلا واحد اتنين تلاتة اوكي جماعة احنا فاصل وهنطلع ايه هنرجع تاني وهنرجع تاني بعد خمس دقائق تانكيو انا فريدة من كامل العادل برجان للكو تاني سطرة فريدة طيب فريدة قوليلي بقى الاجواء يعني انتو صورتوا مشاهد كتير في مدرسة مشاهد انت كمان في سنك ده بقى حاسة انه انت قدرت تقدمي المشاكل اللي بنت بتقابلها في سنك او اكبر منك شوية لان انت لسه اصغر من رخصة اه رخصة وعايزة تسوق يعني حسيت ان انت قدمت مشاكل السن بتاعك اه اكيد طبعا يعني اننا في بنات كتير ده اكتر حاجة انا فخورة قالولك ايه بقى البنيت اه بحيث ان في امهات كتير وبينات كتير بيقولوا لي انت فعلا يعني شبهي او انت شبه بنتي او انت شبه بنت خالتي بحيب قوي لما الناس تيجي تقولي انت شبه صحبتي بحيب ده فبحيس ان انا يعني او طبعا الكاتبات عرفوا يكتبوا حاجة بتوري مشاكل البنيت في السن ده كنت حاسة كان في بقى انتباع كمان على السوشيال ميديا بمشاهد كتير كنتوا بتقدموها كنت بتتبعي بتشوفي بتردي اكيد اه اه بحيب اشوف وبحيب اشوف طبعا النقطة وبحيب اشوف الحاجات الحلوة اكيد يعني ايه اصعب المشاهد كانت في المسلسل في الجزء ده اصعب المشاهد يعني حسن ان كل مشاهد كانت صعبة وسهلة في نفس الوقت يعني عشان انا بحيب اللي انا بعملو فمش حسن انوا صعبة قوي بس انا كنت دي اول مرة يعني غير هبتة بس كنت صغيرة قوي يعني بس كنت اول مرة اعمل حكاية حب فانا كبيرة يعني وهيجيرك عريس وكذا فدي حكاية حكاية انا متوترة منها بس بس يوسف جابغيالي اللي عمل دور سيف هو يعني كان اكتر حدا انا كنت مرتاحة معايا فموضوع ما كانش يعني صعب يعني في الاخر في البيت بقى كان انطبعهم ايه عنك في المسلسل في البيت طبعا اهلي الحمد لله يعني فخورين بيجدا بيتفرجوا على كل حاجة بيقروا كل حاجة اخويا عايش في كندا بيدرس ومن هناك بيبعث لي كل النقط كل الحاجات اللي لازم حسنها وكل الحاجات الحلوة اه اه طبعا انا سمعت ان ماما تقريبا مديرة اعمالك اه اه شبه مديرة اعمالك اه شبه مديرة اعمالك اللي بتتابع كل حاجة طيب لو انتي هتكلمي كل بقى الشباب اللي في سنك اللي كانوا معاكي تقول لهم ايه انت موجودة دلوقتي في التلفزيون المصري في التاسعة عايزة تقولهم ايه اللي كانوا معايا في كامل العدد؟ أحب أقول لهم إن أنا بحبوهم جداً جداً وهم زي عائلتي وأتمنى إن احنا نشتغل مع بعض تاني وثالث في حاجات مختلفة وكمان ممكن تجامل العدد إذا كان بقى بعد سنة كلمتوا بعد نهاية الحلقات أو الحلقات تشغالة؟ أكيد طبعاً بنكلم بعض طول الوقت يعني من ساعة جزء تاني نزل وإحنا ما فيش يوم ما كلمتش مع حد يعني طيب بتحبي تقولي إيه لدينا؟ أحب أقول لدينا إن أنا بحبها جداً ووحشتني وإن هي فعلاً يعني من أكتر البني أدمين الطيبين وأكتر ست إنسانة قابلتها في حياتي وأتمنى إن أنا بكون زيها لما أجب شريف سلامة عمل دور بابا بالنسبة لك في كامل العدد وإنتي عندك طبعاً بابا ربنا يخليهولك حسيتي إنه الأباهات بتتشابه حتى في الدراما؟ طبعاً ما في المياه كان يعني أنا عليك مش عايزي جوزك لسه صغيرة إيه ده مش عايزك تسوقي محدش يركب العربية حاسة موضوع مش عايزي جوزني ده أكتر مع الرجالة المصرية مع أولادهم بس أبابايا مش مصري بس أكيد كان فيها تشابهات إنه هو عايز يكون أحسن أب ممكن لي وإنه هو دايماً بيسندني ودايماً بيكلم معي طبعاً فيه تشابه يعني موضوع الكلب؟ لا أنا أنا بابايا يعني لما كنت عايزي جيب كلب جاب لي كلب في ثانية مكنتش في مشكلة مكنتش في مشكلة إيه أكتر إيه أكتر يعني شخصية في المسلسل بقى من إنكم حسيتي إنه عجبتك غير بقى دوري كنتي طبعاً دور حياتي اللي هو دور أستاذة إسعاد يونس طبعاً ده أكتر دور دحكني وطبعاً طبعاً أستاذة ميمي جمال عملت إيه معكم في جمال يعني كان عندكم مشاوية كتيرة أستاذة ميمي جمال هي بنشوف يعني هاد هي بتحب تمثيل وبتحب لها بتعمل وبتيجي وتقول لنا بص أنا هعمل كذا وعمل كذا وهي فعلاً يعني يعني طاقة إيجابية كده في اللوكيشن يعني أكيد طيب في النهاية يعني يمكن أنتوا حسوا إنه حلو إن الدراما السنية دي مقدمة أجيال كتير الجيل بتاعكو والأكبر والأكبر يعني حسوا إنه ده عمل كده رد فعلاً حلو على الشباب اللي في سنة آه طبعاً يعني هو برضو من أسباب نجاح المسلسل إن كل الناس شافت نفسهم في المسلسل شافت ناس في سنهم أو شافت ناس شبه أهليهم يعني طبعاً البنت اللي في سنك ده يعني اللي هو 17-18 قصة حب يعني إنها وعريسة تقدم لها لو أنت في نفس الموقف حقيقي تقبالي ولا تأجلي؟ أنا بالنسبة لي حاساً هي سنها صغير قوي من هي تتجوز بس هي فريدة كانت متأكداً الولد ده فعلاً أحسن الولد ممكن تلاقيه هي بتحبه جداً بس أنا لو كنت هي ما كنتش هوافق إنه هو يخطوب أنت دلوقتي لينا تشوفي لو ده تقدم للينا تقبالي في السن ده؟ مقابلش بس يعني مش هقوله أمشي من حياتي هقوله طب استنى بس أتخرج بس وبيني بقى نشوف الموضوع أشوف هعمل إيه يعني؟ بزبط هقدر أتصرف وأعمل إيه؟ بزبط بزبط طيب يعني عايزة كمان أعرف منك كده يعني المشاهد اللي بيبقى فيها كلكم بقى مع بعض دي بيبقى استعداداتها إزاي بيبقى في حركة في تصوير كل واحد هيعمل إيه؟ بتعيده كذا مرة؟ اه طبعا يعني هو زي أي عمل تاني يعني على حسب المشاهد ممكن مشاهد طويلة تاخد ثانية وممكن مشاهد صغيرة جدا تاخد وقت طويل كلها بناخد رأيه بعض في البروفا ممكن نزود حاجات يعني موضوع كان ثلث وحالوي يعني مستاذ أحمد كمال طبعا هو يعني طالع بقى جده يعني في العمل طبعا طبعا يعني كان بيقول أن انتوا كنتوا ملتزمين جدا كنتوا بتيجوا في المعيد قبل و اه طبعا احنا ما نفعش نبقى متأخرين يعني في الأور في الآخر ده شغل وإحنا مش الواحدين اللي بنشتغل في كمية ناس يعني في قريب من مئة شخص بيشتغل على العمل ده فما نقدرش إحنا نجي ونبقى مش محترمين يعني ونتأخر يعني أكيد لينة أنا أنا مبسوطة جدا وأتمنالك إن شاء الله انت ناوي يتكملي يا حلم اكتب إيه؟ هاي الحلم اللي بتاتتبتسيح حلم إن أنا بقى فنانة يعني يعني عايزي عمل كل حاجة إذا كان إخراج تمثيل غنى رأس يعني انت تدرسي انت لسه في المدرسة طبعا ثلية يعني سنة دي وسنة جايه واتخرج إن شاء الله أه ناوي تدخوش كليت عايزة تدرسي إيه؟ آه ما عرفش يعني حسنا أنا ya إما هادرس إخراج بهذا احنا بحب الإخراج جدا يجب إنسي بрасكل حاجة حلوة سيكولوجي برضو هيسين ح eder حاجة حلوة مع التمثيل وكمان كشغلانة هي شغلانة يعني حلوة يعني مين مسلك الأعلى؟ في الحياة؟ يعني يعني قولي اللي انت عايزة في الحياة أو في التمثيل يعني شايفة مين كده مشوارها حلو أنا عايزة بقى زيها طبعا أستاذة يسرى بحس ان هي ست محترمة نفسها ومحترمة كل الناس اللي بتحبها يعني ما فيش حد قبلها بيقول عليها كلام وحش كل الناس بتحبها وعمية أعمال يعني تحترم طبعا وهي يسرى يعني يا لينة نورتينا شكرا ونتمنى لك التوفيق لينة فريدة نورتينا وكل السنة وانت طيبة ومين عارف ممكن نتقابل تاني في الجزء التالت بقى ممكن تكون بقى برضو كبرتي شوية ونشوف قصص أكتر يعني بشكرك يا لينة ونورتينا شكرا الوقت كالعادة زي ما بدأت معاك وقلتلك رمضان بيجري أجمل شهر شهور السنة كلها جماله والبركة والخير بيجري بسرعة شديدة لكن بكرة إن شاء الله نكمل الكلام معاكم ونعيش كمان في أجواء رمضان وأيضا في دراما رمضان في التاسعة وأيضا فقراتنا اللي حضرتكم بتنتظروها نلتقي على خير غدا بإذن الله أصبح على خير موسيقى